أستاذ عاطف مساء الخير مساء الخير عليك يا أستاذ محمد ومنورين الستوديو سعادة بمشاركتك معنا إيه آخر أكبار المنتخب واستعداداته ومدى جهزيته للمباراة الغد إن شاء الله الحمد لله الأمور هنا مطمئنة جدا المنتخب جاهز بإذن الله عايزة يعني أقول لك من البداية هي كلها كانت سحلة يعني عبارة عن مجيزة بمتاحة بصف برحل وصول حقصة عشر مساء بعد رحلة مجهدة جدا برغم توفير سيركي البرزينتيشن وطبعا إدارة اتحاد الكورة لرحلة طيران يعني رحلة طيران استغرقت حوالي عشر ساعات بس رحمت الفريق من حوالي من رحلة تانية كانت ممكن تستغط حوالي أكثر من 18 إلى 20 ساعة وبالتالي نجحت الحمد لله إلى حد ما الأمور كانت مريحة النهاردة الفريق اتمرن تنرينا وحيدة كانت ساعة ثلاثة عصرا على أستاذ على أستاذ المباراة هو نفس المعاد بإذن الله نفس المعاد بكرة ساعة ثلاثة عصرا هي إقامة المباراة الفريق جاهز في أي عقبات مواجهاتكو أستاذ عاطف هل في أي عقبات ملعب التدريبات جيد مكان الإقامة جيد ولا في أي مشكلات مواجهة المنتخب لا لا الأمور الأمور مريحة جدا هنا الفندو الإقامة قريبا ما فيهوش حد غير منتخب نفسه هو عبارة عن مجموعة جلال متجاورة بيكون فيها لعدة المنتخب بمفردهم ما فيش معهم حتى نزلاء بس العقبة الوحيدة أن الفندو يعيد عن عن ملعب المباراة حوالي أكثر من 20 ديئة العقبة الوحيدة ولكن المنتخب الإجاز بإدارة المنتخب فضلت أن هي تقيم الفريق يقيم في أرقى منطقة هنا في العاصمة فطبعا كان يدعي لأن الملعب داخل المدينة وبالتالي تم اختيار مكان لكن هنا بس الجو كمان متقلب جو في بعض الصباح تلاقي الجو حرش درجة الحرارة تنزل مع بعض الرياح وفي بعض الأمطار ولكن ذكرى المباراة تقام بأجواء جيدة ودرجة الحرارة توصل حوالي 29 وقتنان الأخصاد الجوية وبالتالي درجة الحرارة طبيعية جدا الملعب كمان الذي سيقام عليه المباراة هو ملعب صغير جدا يعني درجة عدد الكلاف حوالي 7000 مشجع فقط أعطاك الذكرة هيبقى مليان حاجة تانية كمان عايزين نعرفها منك يا أستاذ عاطف استعدادات المنتخب هي أمام فريق أقل بالحسابات وبالتاريخ والخبرات وخبرات اللاعبين في الفريقين لكن غياب كمان بعض العناصر المؤثرة زي نجمنا محمد صلاح عن المباراة هل مسبب أي نوع من الألأ أو صداع بالنسبة للجهاز الفني والمدير الفني ولا هو مطمئن البدائل المتاحة طبعا توفره أو ممكن توفره المستوى اللي هو عايزه في المباراة دي فس خلينا معترفين أن محمد صلاح وجوده مع المنتخب مهم جدا هو اسم براند بالنسبة للمنتخب مصر حتى وجوده بالنسبة لتحرك المنتخب وأي شغل إعلامي بيكون محمد صلاح فارق كبير لأنه محمد صلاح برقوبيته أفضل ثالث أفضل دعب على مستوى العالم أفضل دعب في أوروبا فبالتالي بيدي براند جامد للمنتخب لكن على المستوى الفني أعتقد أن الناس هتفاجئ بكرة في تشكيل يعني وفقا لذي احنا شونا النهاردة بتقريب المنتخب الأخير الناس ممكن تفاجئ بتشكيل مش متوقعة نهائيا أعتقد مستر أجيري عايز جدي فرصة للعيبة اللي ما تلعبش بشكل منتظم مع المنتخب في المباراة في المباراة اللي فاتت تلعب النهاردة خاصة المنتخب إلى حد كبير اللي بلعب مع المنتخب ضعيف لو أنت كتبت بأي نتيجة سواء الله أنت تحجل شكل رسمي يعني بتأكد أن بكرة إن شاء الله هيبقى فيه تغييرات بنسبة كبيرة في تشكيل المنتخب ده اللي أنا شوفت النهاردة تشكيلها الأساس في تنظيمة منتخب مصر ده يعني بيعتمد على حكتين كان مستر أجيري ما كان بيناور بس الناس اللي كانت موجودة وكان خاصة أنه هو كمان كان مصر جدا أنه هو يستبعد كاميرات والجهاز الإداري بذات نفسه يعني كابتن محمد صلاح المدير الإداري كل أفراد الجهاز اللي بأس سيد 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 معيل كلهم كانوا بيتمموا على إن ما يبقاش فيه أي كاميرا موجودة ومصدفة على تغيب المنتخب وبرغم كده توجينا بتشكيل مختلف كمانا ما حدش هل جيموا نورة من أجيري أو هل ده تشكيل اللي مستر أجيري هيلعب به أعتقد هو ده تشكيل منطقة كبيرة اللي إن شاء الله اللي ممكن أقول لك عليه هيبقى واللي إحنا شفناه في أرض الملعب ومستر أجيري أصر أكثر من ساعة حوالي ساعة اللي تلك بيلعب بالتشكيل ده ومعتمد وبيخصح الأقطاء بالنسبة اللي قاعدين تشكيل بيضم محمود عبد الرحيم حرص مرمى نادل دمالك حرص المرمى أمامه هيبقى داهر المحمدي وعلي جبع على الجنب اليمين أحمد المحمدي وعلى الجنب الشمال محمد حمدي في قلب الملعب في تركيبة كده جديدة أول مرة هتوفرها هي طارق حامد محمد المين يسام مرسي بالإضافة لمحمد صاغ مدائم خالي قاعد خط وسط النادل إسماعيلي عمر وردة ومروان مرسي عمر وردة ومروان مرسي لو لعب بالتشكيل لده هيبقى تشكيل جديد خالص فعلا جدا جدا طبعا أنت بتتكلم في حوالي ستة أسماء أو سبع أسماء هم شاق بكده ومنهم عدد كبير جدا من الأسماء لسه هتلعب أول مباراة هالدولية زال حمد صادق محمد حمدي جنش أعتقد ملعب شاق بكده ماتشاط دولية عدد كبير من اللعبة هنشوفه ليسا بكرا إن شاء الله أول مرة أعتقد هو ده تشكيل جنزة كبيرة وده اللي احنا شفناه وده مستر عجيري كان مركز عليه كان فيه دلوقتي اجتماع فني وانتخب مصر هالدولية الوان الطبيعية كان حضره الكابس المجد عبدالغان ومسلم عن التحدي كورا المصري وهو رئيس البعثة الفريق عنده محاضرة بعد العشر نهاردة هيتم فيها أجزاء من فيديوهات أقل كتير من الشوت الأول أداء تراجع وكان فيه أخطاء طبعا بالشوت التالي وهو هيتسلم في النقل طريق حتى كمان النهاردة كان مستر عجيري عنده مؤتمر صحب فيه طريق كده قبل بداية التمدين في ملعب المبارات كان لن فيه على إنه منتخب مصر مباراتين سجل عشر أهداف وده أجمر معدل التحديث بين الباليل نعيبة في التصفيات أمم أفريقيا 2019 وقال إن ده شيء جيد حتى برغم الضعف الخصوم ولكن ده شيء مريح جدا بالنسبة لنا ويعطينا أفضلية إن إحنا عندنا أغلى للعيبة بتسجل وأغلى المراكل بتسجل فإحنا عندنا عشر إهداف لحد الآن في المباراتين نتمنى إن إحنا نكمل على الوثيرة دي في المبارات إن شاء الله وحتى قال إن التسجيل وإحراز الفرص كلها من أشمد دايما بلازم الحظ مع الفريق إن شاء الله يكونوا موفقين في مبارات الغد وبشكرك جدا على المعلومات اللي أمدتنا بيها وعلى متابعتك لاستعدادات المنتخب الناقد أرياضي الأستاذ أعاطف شادي من إسواتين شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في الحوار